اهلاً بالجميع معكم منال اخصائي تجميل طبي وهذه قناتي استشارات صحية وتجميلية وفي فقرات جديدة من فقرات اس المنال واللي فيها نجاوب على الاسئلة نتعكم والانشغالات كذلك قبل ما نبدأ الفقر انتعنا لنهار اليوم نعود نفكركم بالكتاب الالكتروني المجاني كون جميلة بخطوات بسيطة وتكاليف اقل خليتلكم رابطة تحميل انتعوا في صندوق الوصف وبانشغل لما تحطونا الجام واللايك راحين تدعمونا باش نستمروا في المحتوى ونمدلكم كل ما هو مفيد ويلا نبدأ في فقراتنا لنهار ونبدأوا باول سؤال واللي باللي غريب شوية من فضلكم اختي العزيزة واش رايك في كريم اسمو اكني ستوب لشد الوجه والخطوط الرقيقة والف شكر لكي اكني ستوب لشد الوجه والخطوط الرقيقة هادي لي ما فهمتاش خلاص هادي سيرمو كاش وحدة من اليوتيوبرز هادوك لي خلطوا في الكريمات جربت كريم وقعت الكمراء والمليح اللي شد الوجه والخطوط الرقيقة هو كون كنا نقرأ والمليح التسمية نعرفو العلاج واش هادو الكريم قالك اكني ستوب ان فرانسي اكني هو حب الشباب ستوب يعني نوقف حب الشباب لك شغل سيبون هادو العلاج النهائي اكني ستوب لي حب الشباب اكني ستوب ما رحش يزدكون حب الشباب هادي هي اللي كنقرأو فقط تسمية نعرف الكريم اكني ستوب هذا راه مرهم العلاج حب الشباب الخفيف والمتوسط يوصف عن طريق الاطباء وكان اللي يستعملو هاكدك بدون وصفة طبيب فهو ما عنده حتى علاقة لا بشد الوجه ولا بالخطوط الرقيقة نروح لسؤال اخر تايشي جاوبيني انا نستخدم ديرما لايت تيونينج وصفهو للطبيب براني نستخدم فيه حوالي عشرين يوم ولكن وجهي اصبح احمر بزا 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 اولا وشنو هو كريم ديرما لايت تيونينج هو كريم اسم تعو تيجاري ديرما لايت تيونينج هو في الاصلرة هالخلطة الثلاثية لتفتيح تسبغات الجلدية ولتكلمت عليها في القناة بكثرة من مكونات هاتلت مكونات اساسية الهيدروكينون وحمد التريتينوين والكورتيزون ومن المعروف انو حمد التريتينوين واللي هو الفيتامين ا من الاعراض الجانبية انو يهيج البشرة يعني رايحات تحسي بلا ساعات راحات تحسي باحمرار على بيها يمدوا بزاف ويحدروا انو تستعملوا هادا الكريم بدون استشارة الطبيب وان بلوس لازم تتبعوا وتوصيات الطبيب واللي هي لازم تحطوا واقع الشمس لازم تحطوا غير في اللي لازم تحطوا كونسيتي صغيرة جوزت على اللي تاش هادو كامل لازم تتبعوهم وفي نفس الوقت وش راح نقول لك هادا راح عارض طبيعي ما تتقلقي منو ما والو فقط تكملي استعملي الكريم كي ما قال لك الطبيب جيني غالما مدة العلاج خمسة واربعين يوم يعني ما بقالكش بزافرا كي ديجا قريب توصلي لنص المدة الناس لي ما تعرفش دغما لايت تونينج وشنو هي الخلطة الثولاثية هضرت عليها بزاف القناة نخلي لكم رابط المواضيع انتعى في صندوق الوصف نروح للسؤال الاخر ما شاء الله عليك منها ليعطيك الصحة اختي شكرا انصحيني بحاجة فعالة لتطويله تقوية الشعر تكون افكاس وهو شرايك في جوفامين للشعر واذا هاد المكملات اطرع الشعر الزائد في الجسم تعيشي جوبيني نبدالك من اخر السؤال ما تطرش على الشعر الزائد نورمال ما تطرش لانو الشعر الزائد عنده اسبابه كملوا الايجابة انتاعك شوفوا بالنسبة للشعر والتطويل انتاعه والصحة انتاعه اذا حبينه يطوال اذا حبينه ما يتساقطش اذا حبينه يتكثف الحل هو التغذية التغذية والدليل انه معظم العلاجات اللي بدهم الاطباء مكملات غدائية باش يعوضوا النقص الناجم عن التغذية داكو يعني اذا حبت تحصل على شعر قوي وطويل كنترول الغداء انتاعك شوفي مع النوعية انت الغداء انتاعك اي فيتي عادات سلبية في الغداء انتاعك مثلا راكي تاكلف لي فاست فود ما تشربيش الماء تاكلف لي في دهون غير صحية هادو كامل عندهم اضرار راح ينعكسه على البشرة والشعر انتاعنا احنا فقط نحبو نجري وورا الكريمات والمكملات واشياء كثيرة ظهرت بزاف في العصر تاعنا الحالي والحل هو التغذية السليمة كين تتابعو نظام حياة صحي ما راح يصرع نوالو والدليل اجدادنا الله يبارك كنت عندهم بشرة صحية شعر صحي ما كين لا منتجات لوالو انا باليدو كتقولولي هادين عارفوها وتحبو ديما تشوفوا المكملات الغذائية ما عليش كل واحد راح حر في حياته واش راح نقولكم بالنسبة للمكملات الغذائية المفيدة لتطويل الشعر وتقويته شوفوا المكملات الغذائية اللي تحتوي على فيتامينات متعددة ومعادن يحتاجها الشعر ويحتاجها على كل حال الجسم بصيفة عامة كذلك البيوتين واللي هو فيتامين اش عنده دور في تطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه يانسو لما تحصلوا عليه من الغذائي احسن واحسن ولكن كمكملات تتبع في بلادنا راح كين مكملات محلية وكين مكملات يستوردوها كان كين وحد المكمل الغذائي اسمه بيرفاكتيل راه مقطوع هذا كمليح فيه متعدد من الفيتامينات والمعادن وفيه البيوتين بالنسبة لسؤالك على جوفامين اللي اشعر كذلك جوفامين ممتاز ولكن طبعا نصحك ترافقيه بالغداء وشرب المياه هكذا راح تلقى ريزولتا مليحة اكتر واكتر نجوزل سؤال اخر من فضلك تكلمينا على كريمات نظارة بالكولاجين يا محاينك نظل نحط في الفيديوهات واحد ما يتفرج راني هدرت لكم الف مرة باللي مكانش منها كريمات مخدومة بالكولاجين ممكن يحطوا الكولاجين فيها سيفري ميل كولاجين الجزيئات انتاعوا كبيرة مستحيل تختارق البشرة يعني اي منتج ولا اي ماركة تلقاوا فيها كاتبين كريم أو كولاجين ولا كريم مصنوع بالكولاجين ولا المهم اشهارات كثيرة ما تأمنوا همش لانه الكولاجين مستحيل يدخل عبر البشرة الكولاجين نقدروا يعني نتناولوه نقدروا نسفادوا منه على شكل اقراس على شكل شراب اما انه نسفادوا منه على شكل كريمات مستحيل فكلها دعايات وتسويق ويعني دعايات وش رحا نقول لكم ابلكو تسمعوا لها سؤال اخر وش رايك في تقشير تقشير التسية تقشير التسية هذا رح نوع من انواع تقشير الكيميائي القوي واللي يكون في العيادات تحت اشراف ايادي مختصة يعني ناس مختصين هذا رح تستعمله وحدكم ولا تكمنديوه وتستعمله وحدكم تقشير قوي تقشير قوي يخترق طبقات الجلد عنده بيانسور فوائد كثيرة كلما التقشير يخترق اعماق الجلد كلما الفوائد انتعه رح تكون يفتح البشرة يوحد لون البشرة يعني يعالج تسبغات الجلدية يأخر التجعيد ينقص المساء فوائده صراحة كثيرة كثيرة اذا حابين تستعملوه كما قدكم عن طريق مختصين متمكنين يظهر لي بزاف علينا هاد الاسئلة لنهار اليوم فقط ملاحظة اللي بنت اللي كتبوا اسئلة وما زال ما جاوبتهمش عزيزاتي اذا ما جاوبتكمش انا فهذا الفقرات اكدوا باللي السؤال يحتاج موضوع مفاصل يعني نعمل فيديو عليه نتحدث عليه بالتفصيل من الالف الى لهذا فاصبروا شوية بالنسبة للناس كذلك اللي استقصوني وما جاوبتهمش اكيد يعني السؤال رح دجاس جاوبت عليه وشوفوا فقط في القناة لانه اسئلة كثيرة متكررة ومنقدرش نعودها اشقفوا لانه بكاين اسئلة تحتاج اسئلة جديدة تحتاج الاجابات جديدة وهكذا نكونوا كمنا فيديونا لنهار اليوم اللي اتمنى يكوننا لرضاكم واعجابكم مع السلامة